اهلا بكم في حلقة جديدة من تاك توك ناس كتير اليومين دول بقت بتركب كاميرات علشان ترقب البيت او الشركة او المحل اغلب الكاميرات دي بتبقى موصولة بالانترنت علشان تقدر تدخل عليها من اي جهاز ومن اي مكان حتى لو من الموبايل طبعا ده شيء جميل جدا ان انا اهتم بالامن والحماية من مخاطر السرقة والجرائم المختلفة ويمكن موضوع الكاميرات ده من اهم الخطوات اللي لازم الكل يعملها عشان يساهم في حماية ممتلكاته او حتى في مساعدة الاجهزة الامنية في كشف كتير من الجرائم في الفترة اللي فاتت ساهمت كاميرات المرأبة في كشف غموض جرائم كتير جدا من اول سرقة العربيات للمحلات التجارية وحتى التعرف على هوية الارهابين في كتير من التفجيرات شوف مثلا الفيديو ده في محل لحدثة سرقة تمت بكل سهولة واخد بالك من الست مادة ايدها وسرقت الفلوس ازاي؟ احتراف احتراف يعني تخيل لو مفيش بقى كاميرات كان حد هيعرف مين الناس اللي كانت موجودة في المحل ده وفي التوقيت ده صعب جدا طبعا شوف بقى الراجل أبو جلبية ده مزاج هو بيسرق محل الدهب خفت يد ما حصلتش المهم بقى انه متصور طبعا على الكاميرا تخيل برضو لو مفيش كاميرا كان ممكن حد يعرف مين اللي سرق المحل صعب طبعا شوف بقى حدسة السرقة دي في عز الظهر اتنين بيسرقوا شنطة من عربية ركنة في الشارع الراجل في ثانية كسر الإزاز وسرق الشنطة وركب مع صاحبه ولا من شاف ولا من دري هتقول لي ما هي الكاميرا مصوراة عندك حق بس مش معنى ان الكاميرا مصوران وتعرف مين في الحوادث الإرهابية الموضوع أكثر تعقيدا بالذات لما يكون المكان اللي حصل فيه تفجير مش مركب كاميرات أو مفيش كاميرات قريبة منه كلنا شفنا حوادث تفجير كتير في مصر الكاميرات كانت اللاعب رئيسي في كشف بعض تفاصيلها بسبب عدم انتشار الكاميرات في أماكن كتير جدا للمساعدة في كشف غموض الحوادث والتفجيرات